كيف حالكم أول؟ كيف أصبحتم؟ أتمنى أن تكونوا دوماً بخير إن شاء الله تعالى اليوم أحبتي سنكمل أنا وأنتم مراجعة مادتنا مادة الرياضيات وهي مادة امتحاننا قلت لكم سنكمل أنا وأنتم المراجعات ستكون مراجعة مكثفة لكل وحدة لوحدها وقبل الامتحان سينزل لكم مراجعة لمادة الامتحان كافة وكيف تركزون عليها وإن شاء الله تعالى نفتح أنا وأنتم زوم لمراجعة المادة أيضاً سوية وتسألوني أي سؤال إذا كان عليكم أسئلة عن المادة تعالوا الآن أنا وأنتم نقوم بعمل مراجعة لوحدتنا وحدة الكسور وحدتنا وحدة الكسور في مادتنا مادة الرياضيات إذن سنكمل أنا وأنتم مراجعتنا ونبدأ في مراجعتنا لوحدة الكسور تعلمنا في وحدة الكسور يا أول عن درس اسمه الأجزاء المتطابقة الأجزاء المتطابقة وتعلمنا أيضاً عن النصف وهي واحد على اثنان وتعلمنا عن الرابع وهي واحد على أربعة وتعلمنا عن الكسر كجزء من مجموعة أيضاً وكتابته من خلال شكل نلون أجزاء منه وأيضاً يا أول لننسى أن مادة امتحاننا النهائي هي وحدة الطارح وحدة الكسور وحدة الزمن والنقود نبدأ أولاً في درسنا للأجزاء المتطابقة والسؤال هنا يريد منه تحديد الأجزاء المتطابقة أو الشكل الذي يمثل أجزاء المتطابقة من الأجزاء التي لدينا أو الأشكال التي لدينا نريد تحويض الجزء من هذا الشكلان الدائرة الذي يمثل أجزاء المتطابقة هل هذا يمثل أجزاء متطابقة؟ لا أحسنتم هذا يمثل أجزاء متطابقة؟ نعم لأن هذه الأجزاء في هذا الشكل متشابهة ومتساوية في الحجم والشكل أليس كذلك؟ إذن هذا يمثل شكل متطابق سنضع عليه دائرة في هذا يا أول في هذان الشكلان هل هذا أيهما يمثل شكل متطابق؟ أيهما يمثل شكل متطابق؟ أحسنتم المربع المقسم إلى أربع أجزاء متطابقة لكن هذا أيضا متقسم إلى أربع أجزاء لكن هل هم متشابهات الأجزاء المقسمة فيها؟ لا لذلك سنقوم بتحويض المربع هذا تعالوا الآن إلى المثلث يا أول إلى المثلث من بين هذان المثلثان هو جزء متطابق أو أجزاء متطابقة أحسنتم المقسم إلى جزءان متساويان أما المقسم إلى جزءان غير متساويان فهذا لا يعد أجزاء متطابقة لاحظوا مقسم إلى أجزاء متطابقة لكن هذا كبير هذا كبير أما هذا فهو صغير هذا كبير هذا صغير نأتي الآن إلى مستطيلاتنا عندي هذا المستطيل وعندي هذا المستطيل أيهما مقسم إلى أجزاء متطابقة؟ أحسنتم المقسم إلى ثلاثة أجزاء متشابهة هذا يمثل أجزاء متطابقة هكذا كان درسنا في الأجزاء المتطابقة وتعلمنا أيضا عن كتابة كم عدد الأجزاء المتطابقة في كل شكل لو أردنا الآن كتابة الأجزاء المتطابقة في هذا المثلث كم جزء متطابق لدينا؟ نعم أحسنتم إثنان الأجزاء المتطابقة فيه إثنان في هذا المستطيل يا أول كم جزء متطابق لدينا؟ أنتم رائعين ثلاثة أجزاء متطابقة في هذا المربع كم جزء متطابق لدينا؟ أحسنتم أيضاً أربع أجزاء عندي أربع أجزاء متطابقة وفي هذه الدائرة أربع أجزاء أحسنتم أربع أجزاء متطابقة تعالوا نرى بعدها تعلمنا عن درس النصف والربع أيضاً يا أول نريد تحويط الأجزاء المتطابقة أما هنا يا أول فإننا تعلمنا عن درس اسمه النصف وهي واحد على اثنان واحد على اثنان من بين هذه الأشكال من بين هذه الأشكال أيهم يا أول يمثل نصف أيها يمثل نصف هل هذا المثلث يمثل نصف؟ لا أحسنتم لماذا؟ لأن الأجزاء فيه غير متطابقة ليست متطابقة وليست متساوية يجب في النصف أن يكون الأجزاء متطابقة لو كانت المثلث يا أول قد قسم من هنا فهذا سيكون نصف نعم لأنه هنا واحد ونلون منه جزء طبعا جزء من اثنان جزء من اثنان لهذا سيكون عندها نصف لكن هنا الجزء هذا يا أول الغير ملون فهو غير متساوي مع الملون لذلك لا يمثل نصف لا يمثل نصف هل هذه الدائرة تمثل نصف؟ نعم تمثل نصف أحسنتم لأنها مقسمة إلى جزءان متساويان وقد لوننا جزءا منها هذا واحد وعندي جزءان عندي واحد اثنان فهي تمثل ماذا؟ تمثل أفوا تمثل واحد على اثنان فهي نصف فهي نصف هذا الشكل يا أول هل يمثل لي نصف؟ نعم أحسنتم يمثل نصف قد قسم إلى جزءان متساويان ولوننا جزء وهو أيضا جزءان لاحظوا وهو أيضا جزءان هذا جزء وهذا جزء وهو يمثل واحد على اثنان واحد على اثنان لذلك سنقوم بتحويطه دائرة لأنه يمثل لنا النصف يمثل لنا النصف عندي هذا يا أول هذا الشكل المستطيل هل يمثل لنا نصف؟ نعم أحسنتم يمثل نصف لوننا جزء منه وتبقى عندي جزءان وهو أصلا جزءان عفواً وتبقى عندي جزء لم ننونه فهو يمثل أيضا عندي واحد على اثنان يمثل لي واحد على اثنان فهو نصف نريد طحويطه نريد طحويطه تعالوا نرى الآن هذه الدائرة هل هذه الدائرة واحد على اثنان؟ لا ليست واحد على اثنان أحسنتم فهذا كبير أكبر والأبيض أو الغير ملون هو ليس بنفس الحجم فهو صغير هو أصغر لذلك لا تمثل لي واحد على اثنان لا تمثل واحد على اثنان في هذا الشكل يا أول هل يمثل لي واحد على اثنان؟ لا أولا لم يقسم إلى جزءاني فقط قسم إلى ثلاثة أجزاء والنصف يجب أن يكون جزءان ثانيا يجب أن يكون نفس الحجم وهو ليس أيضا الأقسام هو أصلا ثلاثة وليس اثنان لذلك لا يمثل لنا نصفا لا يمثل لنا نصفا تعالوا نرى الآتي الآن يا أول دخلنا إلى درس الربع دخلنا إلى درس الربع في درس الربع يا أول تعلمنا أنه يكون عندي شكل يكون عندي شكل أقسمه إلى أربع أقسام متساوية يكون عندي شكل أو دائرة أقسمها إلى أربع أقسام متساوية عندما يكون عندي أربع أقسام متساوية يجب علي أن ألون جزءا واحد فقط ألون جزءا واحد فقط وليس جزءا أو ثلاثة ألون جزءا واحد فقط ليكون عندي واحد على أربعة ليكون عندي واحد على أربعة عندي هنا يا أول هذا الشكل لدينا ولون منه جزءا واحد وهو أربعة نظرا أنه مقسم إلى أربعة أجزاء ولون منه جزء واحد هل الأجزاء المقسم إليها متساوية؟ نعم متساوية إذن عندي وجزء واحد ملون وعندي بالأصل عندي جزء جزءان ثلاثة وأربعة إذن لوننا جزء من أربعة وهي واحد على أربعة فهي واحد على أربعة إذن هذا يمثل لنا ربع وهو متساوي أيضا وهو ربع صحيح تعالوا نرى ونحوط عفوا بدائرة عليه نرى هنا يا أول الدائرة هل الدائرة هي تمثل لنا ربعا؟ لو كنا على التقسيم فقط فالتقسيم نعم هو يمثل لأربع أقسام متساوية لكن كم جزءا لوننا منها؟ لوننا إثنان وهل إثنان على أربعة هي ربع؟ لا لأنها غير متساوية لأنها غير عفوا عندي جزءان ملوناني أول من أصل كم؟ من أصل أربعة نعم الأربعة هي أربع أقسام وهي للربع لكن يجب علينا أن نلون كم جزء؟ أحسنتم نلون جزءا واحد فقط نلون جزءا واحد فقط وإثنان على أربعة هل تمثل لي ربعا؟ إثنان على أربعة هل تمثل لي رابع؟ لا الإثنان على أربعة لا تمثل الربع وهي واحد على أربعة الربع هي واحد على اربع ويجب ان نلون جزءا واحد فقط من الاربع نأتي الان الى هذا الشكل يمثل واحد على اربع احسن لاننا لون جزءا واحد وهي اربع اجزاء واحد اثنان ثلاثة واربع وهي اربع اجزاء متساوية لذلك هي تمثل لي واحد على اربعة تمثل لنا واحد على اربعة وهي الربع تعالوا نرى الان هذا الشكل هل يمثل لنا ربعا نعم يمثل لنا ربعا عندي اربع اجزاء ولون جزءا واحد عندي اربع اجزاء واحد اثنان ثلاثة اربعة عندي اربع اجزاء ولونت واحد اذا هي والاربع اجزاء ايضا متساوية ومتطابقة اذا هي ربعا لانها اربع اجزاء ولون جزءا واحد لذلك هي تمثل لي ربع تمثل لي ربع بعد ذلك يا اول تعلمنا عن كتابة الكسور تعلمنا عن كتابة الكسور وقلنا لكتابة الكسرية أول نلون جزءاً واحد فقط من بين الأجزاء التي لدينا لو قمنا الآن بتلوين جزءاً من أجزاء القلب لدينا لو قمنا بتلوين جزءاً من أجزاء القلب لدينا كم يصبح الكسر لدي؟ أحسنتم يصبح واحد على اثنان لأننا لوننا جزء لونت جزء وهي أصلاً واحد اثنان جزءان عند كتابة الكسر يا أول أكتب جزء في الأعلى أكتب الجزء في الأعلى والكل في الأسفل الجزء في الأعلى والكل في الأسفل هذا عند كتابة الكسر عند كتابة الكسر يا أول نرى الجزء الملون من الشاكل ونكتب الجزء على الكل نكتب الجزء على الكل كم جزءا ملوان؟ واحد لوننا جزءا واحد والأجزاء كاملة ككل هي اثنان هي اثنان إذن الجزء والعفل الكسر الناتج لدينا هو واحد على اثنان هذا هو الكسر هذا هو الكسر الكسر هو جزء من مجموعة لكتابة الكسر أو ليوجود الكسر لدينا حتى يكون عندي كسر يا أول يكون عندي كل أخذ منها جزء يكون عندي كل أخذ منها جزء والكتابة الكسر أكتب الجزء على الكسر أكتب الجزء على كل عفو يطلع عندي لينتج لدينا الكسر تعالوا نرى نصف الدائرة هذا عندي شكل نصف الدائرة وقسمته إلى قسمان متساويا لو رقونا جزءا واحد منها يا أول لو رقونا جزءا واحد منها كيف يصلح الكسر لدينا؟ أحسنتم عندي جزءا واحد وهي أصلا جزآن واحد وهي أصلا جزآن اثنان والجزء إذن لدينا هنا سنكتب الجزء هنا نكتب الجزء والأسفل نكتب القل فنكتب يا أول الجزء الملون هو واحد القل لدينا اثنان فيصبح لدينا واحد على اثنان واحد على اثنان هي ربع أم نصف نصف أحسنتم إذن هذا يمثل نصف وهذا أيضا يمثل نصف القلب أيضا هنا يمثل لنا نصف يمثل لنا النصف لو أتينا إلى هذا المثلث يا أول والذي قسمناه إلى جزآني متساوبيا ولونا جزءا واحدا منه الآن كم سيصبح الكسر لدينا؟ أيضا أحسنتم واحد على اثنان عندي جزء واحد ملون والأصل عندي جزءا الكل هو جزءا لذلك نكتب الجزء في الأعلى وهو واحد الكل في الأسفل وهي اثنان وهي أيضا تمثل نصف أحسنتم تمثل لنا نصف تمثل لنا نصفا نأتي الآن إلى النجمة النجمة قسمناها إلى جزءا متساوبيا ولونا الآن جزءا واحد منها كم يصبح الكسر لدينا؟ أحسنتم يصبح أيضا واحد على اثنان لماذا واحد على اثنان؟ لأننا لوننا جزءا منها وهي أصلا جزءا هنا وجزءا هنا وهو متساويان فالجزء في الأعلى والكل في الأسفل ينتج لدينا واحد على اثنان وهي أيضا نصف وهي أيضا نصف نأتي الآن إلى هذه الأشكال يا أول عندي هذه الأشكال مقسمة إلى أربع أجزاء وأيضا نريد تلوين جزءا واحدا فقط منها ثم نكتب الكسر لدينا كتابة الكسر لا تختلف مهما قسمنا الأشكال إلى أي عدد كان كتابة الكسر تبقى جزء على كل لن يختلف كتابة الكسر تعالوا الآن نرى هذا المثلث لو لوننا من هذا نأتي إلى هذا الشكل لدينا يا أول ولنون منه جزءا نلون منه جزءا عند تلوين جزء من هذا الشكل يا أول كم يصبح الكسر لدينا عندي هنا جزءا لونناه جزءا لونناه وهو كم جزء أحسنتم عندي أربع أجزاء متساوية واحد اثنان ثلاثة أربعة كتابة الكسر جزء كتابة الكسر هي جزء على كل جزء على الكل لكتابة الكسر الجزء الملون هو واحد أحسنتم هو واحد الكل أربعة إذن الكسر لدينا واحد على أربعة وهذا يمثل ربع أحسنتم يمثل لنا الربع نأتي الآن إلى المثلث هنا نلون منه جزءا واحد لوننا من المثلث جزءا واحد كم جزءا لدينا أربعة أحسنتم عندي هذا الجزء لونناه واحد وهو أصلا كان المثلث جزء اثنان ثلاثة وهذا الجزء الرابع الذي لونناه فالكسر لدينا سيكون الجزء الملون هو واحد الكل لدينا هو أربعة الكل لدينا هو أربعة لذلك كسرنا هو واحد على أربعة وهذا يمثل ربع وهذا يمثل ربع لأنه عندي أربع أجزاء متطابقة متساوية ولوننا جزءا واحد فهذا جزء وهذا كل في الأعلى جزء وفي الأسفل نكتب الكل لذلك ينتج معنا واحد على أربعة نأتي الآن إلى هذا الشكل يا أول وهو أربع مربعات متطابقة أربع مربعات متطابقة لو لوننا منه جزءا يا أول يصبح عندي الكسر أحسنتهم واحد على أربعة لوننا منه جزء وهو أربع أجزاء واحد اثنان ثلاثة أربعة أربع أجزاء متطابقة لكتابة الكسر نكتب الجزء على الجزء واحد والكل أربعة لذلك ينتج لدينا ربع واحد على أربعة الربع وهو واحد على أربعة نأتي إلى شكلنا الأخير وهو المستطيل مقسم إلى أربع مستطيلات متساوية أيضا لذلك عند تلوين جزء منه يصبح الكسر لدينا واحد على أربعة لذلك عندي واحد ملون وعندي الألزاء كاملة هي واحدة اثنان ثلاثة أربعة أربعة ألزاء ولونا منها جزء الجزء يكتب في الأعلى والكل يكتب في الأسفل وهو يمثل أيضا ربع يمثل أيضا ربع هكذا يا أول يكون انتهى مراجعة وحدتنا تكون قد انتهت مراجعة وحدتنا وحدة الكسور وتعلمنا أنا وأنتم أكثر عن وحدتنا من خلال هذه البرمجية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها تابعوا حصة الزوم قبل امتحانكم لمادة الرياضيات وأيضا فيديو مراجعة بالكامل سيكون لمادة الامتحان كاملة لم ننتهي بمادة الامتحان سنكمل إن شاء الله يوم الغد وحدتنا الأخيرة للامتحان وهي وحدة الزمن والنقود إن شاء الله تعالى أتمنى أن ألقاكم دوما على خير أحبة الصغار دمتم بحفظ الرحمن وحبه دوما إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر